عزقنا المشاهدين نحن في رحاب الشهر الفضيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران جاءنا رمضان هذا العام ولكن بصفة وسمة جديدة جاءنا وقد سبقه مخلوق صغير الحجم مخلوق صغر حجمه ولكن عظم شأنه جاء ليدعنا جميعا في العزل عزل أراد الله عز وجل أن يضعنا فيه جميعا لعلنا ننتبه إلى أمور وحقوق وواجبات لم كنا ننتبه إليها كثيرا بسبب زخم الحياة ومشاغلها وزغرفها وأعمالنا فلعل من هذه المحنة تأتي منحة ننتبه إليها وتكون فيها إسعادا للأسرة إن شاء الله بإذن الله فكما قال أهل السلف إن العطايا تأتي على متن البلاية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فلعل العزل في هذه الأيام بسبب فيروس كورونا المستجد يكون انتباها لنا لنرى ما في الأسرة من خلل ونقوم على تقويمه وتعديله فننظر إن الإسلام رب العزة بيقول ومن آياته أن قلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة يعني سبحان الله جعل المودة والرحمة بين الأزواج له علشان لما نيجي ننظر للحقوق والواجبات لا ننظر إليها بعين الشرع المحد كما قال الفقهاء ولكن ننظر إليها بعين المودة والرحمة لأن لو نظر إليها بعين حقوق واجبات لكان كل منا مقصر في الأسرة كان لا يتقبل الطرف الآخر منه هذا التقصير ولكن لو نظر إليها بنظرة كما قال رب العزة مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبقى تفكر كيف نجعل السكن والمودة والرحمة بيننا وبين أفراد الأسرة علشان تكون أسرة مسلمة أسرة صالحة لأن الأسرة هي ركيزة المجتمع إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله فتعالوا نتعارف سويا قعدنا مع بعض في العزل وابتدينا نشوف ما قال لنا مقصرة في إيه إيه الواجبات اللي عليها اللي مفروض أننا أنتبه إليها فنيجي ننظر في الإسلام إن الإسلام حط خطوط عريضة للأسرة من أول فرد لآخر فرد من الصغير إلى الكبير كل واحد حتى يقوم كل منه بمهامه فتستقيم أمر هذه الأسرة لما نيجي نشوف زي ما تفضلت الدكتورة وفاء بداية من الأسرة إحنا بنتكلم على اختيار شريك الحياة الزوجة تختار شريك حياتها إزاي الزوج يختار شريك حياته إزاي يبقى إذا صلح الاختيار فيه بدأ الأمر هتكون بداية أو أساس الأسرة أساس صالح وبناء بعد ذلك تبتدي تستقيم هذه الأسرة فلما نيجي نشوف حقوق الزوجة إيه الحقوق الزوجة اللي رب العزة فرضها على الزوج حتى تستقيم هذه الأسرة نلاقي إنها حقوق كثيرة فقد أنصف الله المرأة المسلمة في الإسلام فلما نيجي نلاقي من هذه الحقوق من أول الحقوق النفقة لما نيجي رب العزة بيقول ولينفق ذو سعة من سعة يبقى الزوج من واجب عليه الإنفاق للأسرة أو الإنفاق على زوجته والإنفاق على عياله فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير دينار تنفقه ودينار تنفقه على أهلك يعني أكتر دينار ينفقه وينفقه على أهلك وأول ما يوضع في ميدان العبد هو ما ينفقه على أهله يعني الإنفاق على الأهل من أول الأعمال التي توضع في ميزان الحسنات فالإنفاق على الأسرة ليس يكون هذا الإنفاق من الرجل أو الأم ويكون فيها إزلالا للأبناء بل يكون إنفاقا خالصا لرب العزة لأن هذا هو خير إنفاق ما ينفقه المرء على أهل بيته لأنه هو أول ما يوضع في الميزان أنتفق المهر رب العزة قال وقات النساء صدقاتهن نحلة فيبقى النساء وجب لها المهر من بداية الزواج تأخذ هذا المهر سواء في بداية الزواج أو تأخذ هذا المهر على عين الزوج يعني تأخذ بأي صورة من الصور تأخذ مقدما أو تأخذ مؤخرا زي ما في الأعراف اللي عندنا لكن المهر واجب على الزوج فهذا حق من حقوق الزوجة يبقى السكن الإطعام المهر معاشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف زي ما رب العزة بيأمر الرجال وبيأمر النساء وعاشرهن بالمعروف يبقى المعاشرة بالمعروف دي من أهم السمات ومن أهم الصفات التي ترسي السعادة والمودة والرحمة في الأسرة لما نيجي نشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له نمازج عديدة من حسن العشرة مع زوجاته فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبهن ويسابقهن كما كان يسابق السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما كانت بتشرب يمسك الكأس ويشرب من موضع فيها فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت السيدة عائشة عن حضرة النبي كيف كان النبي في بيته قالت كان في خدمة أهل بيته فهو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيط سوبه ويحلب شاته فكان سيدنا النبي ويرقع سوبه ويقصف نعله فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بكل المهام في البيت كما يقوم بها الرجال الذين لا بد أن يقتدوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعاشرة بالمعروف من أهم السمات التي تميز الأسرة المسلمة الصالحة لأنها إذا صلحت صلح المجتمع بأسره أما إذا لو تكلمنا عن حقوق الزوج عن حقوق الزوج فإن رب العزة كما أعطى حقوق للزوجة فقد أعطى حقوق للرجل بل بالعكس وقد أعطى الحقوق للرجل وذيادة عليها درجة كما قال رب العزة في سورة البقرة ولهن مثل ما عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فيبقى الرجال بترتقي بدرجة إيه الدرجة اللي بترتقي بها في الحقوق بالنسبة للأزواج عن الزوجات هي القوامة لكن زي ما تفضلت الدكتورة وفاء القوامة ليس للذكر بحد ذاته كذكر لكن للرجل بمعنى كلمة الرجولة يكون لها سنداً يكون لها حامياً يكون لها محافظاً يكون لها محافظاً على شعرها وعلى نفسيتها وعلى صحتها فيبقى هو هذا الرجل الذي له القوامة على المرأة الرجال قوامون على النساء بما إيه بما فضل الله بعضهم يبقى التفضيل هذا بسبب الصفة الجسمانية والصفة العقلية وصفة الرجولة التي منحها الله عز وجل للرجل ليكون له القوامة على المرأة يبقى من أول حقوق الزوج بالنسبة في الإسلام هي وجوب القوامة أو وجوب الطاعة فطاعة الزوج على المرأة واجبة فلا تستطيع المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها لا تستطيع أن تفعل أو تعمل عملاً حتى وإن كانت تتصدق من ماله فلابد أن يكون بإذنه هذه حقوق أعطاها الله عز وجل أعطاها للرجل لقوامته على بيته لأن البيت أو الأسرة كالسفينة لا بد أن يكون لها قائد واحد فإذا تعددت يعني كذا قائد في السفينة السفينة لا بد لها أن تغرق فلكن رب العز حدد إن القوامة والقيادة للأسرة هي القيادة للرجل ولكن قيادة حكيمة عاقلة رشيدة على أسس إسلامية يراعي فيها زوجته ويراعي فيها أبنائه فيبأ أول حاجة وجوب الطاعة ثاني حاجة أن تستجيب المرأة وأن يستمتع بها إذا دعاها فزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه من هجرت فراشيها ليلا يعني لمن هجرت فراشيها وبات وزوجها غضبان علي لعنتها الملائكة حتى تصبح فيبأ يبأ لابد حينما يطلبها زوجها يجدها ويجدها في حالة الزينة يجدها في حالة تصر العين زي ما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لو استطاعت أحداكن أن تتزين لزوجها زي ما كانت توصي تملي فإذا استطاعت أن تنزع مقلتيها وتتزين وتصنعهما بأفضل منهما فلتصنع يبقى تصنع ما تصنع لزوجها حتى تصر نظره حتى يرضى عنها حتى تكون مقبولة وحسنة لا يشم منها إلا طيباً ولا يرى منها إلا منظراً حسناً هكذا تكون الزوجة الصالحة في الإسلام تاني حاجة الحاجة المهمة جداً بالنسبة لحقوق الزوجة على الزوجة أن تحفظه رب العزة بيقول في سورة النساء فالصالحاته قانتاته حافظاته للغيب بما حفظ الله يبقى أن هي تحفظه في ماله تحفظه في عرده تحفظه في أولاده تحفظه في غبته تحفظه في بيته يبقى تحفظه في كل أركان التي يجب أن تحفظه فيها يبقى دي حقوق الزوج على زوجته الحقوق بقى الثالثة اللي هي البند الثالث الذي يعتبر هو من أهم الحقوق هو حقوق الأبناء إحنا زي ما احنا بنقول الناس بتخلف وخلاص تجيب بالتنين والتلاتة والأربعة ويقولوا دي عزوة لا هذا مفهوم خاطئ وبصفتي كطبيبة وطبيبة أمراض النساء بالنسبة لله فمن هذا المنبر انصح الآباء والأمهات تعقلوا 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 ليه؟ لأن الصحة الإنجابية مهمة جدا للمرأة مهمة لإنجاب أطفال أسوياء أسوياء صحيا أسوياء بدنيا أسوياء جسديا أسوياء بكل معنى كلمة أسوياء لكن تكرار الإنجاب هيعرضها للمخطرة هيعرض الطفل أو الجنين اللي هو هيأتي إنه ما يكونش يخد حقه لا في رضاعة ولا يكون خد حقه في إنفاق ولا يكون خدته في رعاية صحية فهي معنى كده إن إحنا عملين بنجيب في أطفال كغثاء السيل يعني لا تسمن ولا تغني من جوا لا هم عزوة ولا هم سند بل هم عالوا على المجتمع وعالوا على الأسرة فمن حقوق الأبناء يبقى يلابد أن الأب والأم يتعقلوا في عدد الأبناء لأن من حق هؤلاء الأبناء أول حق اللي هو حق الإنفاق حق القسوة حق التعليم التعليم بكافة سوره التعليم اللي هو في مراحل التعليم المختلفة زي في المدارس والجامعات حق التعليم التعليم الديني التعليم الخلقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أولادكم من كسب يديكم وأطيب ما كسب يديكم هي أولادكم أطيب كذب يديكم هو أولادكم فيبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوصينا أن الأولاد دي أمانة وده أطيب كذب الإنسان فعليه أن يرعى هذه الأمانة وأن يكون عليها أمينا حفيظا لأن هذا من سمات الأسرة المسلمة في الإسلام فيبقى من أول الحقوق زي ما قلنا التعليم الإنفاق الكسوة التعليم الديني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربوا أولادكم على ثلاث ربوا على حب نبيكم وآل بيته وتعليم القرآن فيبقى الثلاثة دول لو تربوا عليهم الأولاد منذ الصغر وخلي بلنا لا بد أن نبدأ من الصغر لأن التربية من الصغر كالنقش على الحجر لكن التربية في الكبر هباء منصورا التربية في الكبر كأنك عمال بينقش على الماء فييكون ليس له أثر وليس له جدوى لكن علينا بالتربية من الصغر منذ النشأة الأولى نربيهم على الدين الصحيح نربيهم على المفاهيم الصحيحة عشان نحميهم من الإلحاد نحميهم من الجماعات المتطرفة نحميهم من الأفكار المتطرفة يبقى كل ده بيأتي إزاي؟ أنا بعمل حماية وحصن الأبنائي بس هذه الحماية لابد أن تبدأ منذ الصغر لأن زي ما قيل في كل الأبحاث أن تأثير في السبع سنوات الأولانين هو دي الأفكار الراصخة التي لا تتبدل بسهولة اللي احنا بنحطها في أولادنا منذ هذا الصغر أما حقوق الأباء على الأبناء فهو إيه؟ زي ما رب العزة بيقول وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآياتين المتتاليتين عشان لا أطيل عليكم فإن الوقت قد حان الآياتين اللي هما في صورة الإسراء للتوصية ببر الوالدين هما أكبر دليل إذن إزاي الإسلام ما سبش حاجة في الأسرة الصالحة إلا علشان يرسيها ويجعل منها أسرة صالحة للمجتمع بأسره فأحبتي نحن في فرصة فانتهزوا هذه الفرصة ولا تتخذوا من العزل سجنا اتخذوه أمنا وحصنا لله عز وجل اتخذوه كهفا للتغيير اتخذوه كهفا للإحتواء فأحبتي انتهزوا فرص المنان قبل تعذر الإمكان وفوات الأوان ونفعنا الله بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم